سلام عليكم السلام أيها السلام علينا أي حبيث الفضال والنبي قطع حنون فغيرين يا ربي اعطاه علي قولي لا مش اعطاه علي حبيث فضال شفت زي ما كوني دخلت البلاقونة عندي زي ما كوني النهار بدأ يشرق ديستا بيشقشق كده ديستا ولقيت واحد قدامي واقف ويرفع ايديه بيدي والنحية التانية واحد رفع ايديه برضه بيدي فانا وقفت زي يوم وبعددي بس انا دا ايدي انا ناسية بعد كده في البلاقونة الفوشي قال لي امين انو احنا ما شخح على وشو احنا التلاتة ما في احنا اقول الشينا الله ما صلى عليك طيب بصي ان انت واقفة ونار بيطلع فيها معناتها ان انت كثيرة الدعوات والالحاح على ربنا الامر يخص شخصين لان في شخصين في يخصك انت وجوزك ايه وهو بيدي او بيبعد وده التاني بيبعد ففي امر كان عاملك وبعد انت الاثنين مع بعض في امر كان عامل بينكم وبعد انشقاك اللي هو مش حاسين ببعد في حاجة معينة فانتو في بعض ما بينكم وفي الاخر انت كمان بيتبعد وبتمسح على وشوكو بتقوله امين فان شاء الله في قرب الامر كان اتأخر معده قوي فخلاص الامر ده جاي ان شاء الله اللي تثبيت العلاقة والتقوية العلاقة ما بينكم والرباط اني هيبه فيه رباط ما بينكم اكتر من اللي انتو فيه دلوقتي لان عندكم حالة انهيار بينكم وبعد فيه انهيار في حاجة تخصكم لاني خلاص انت وجهت امرك لربنا اول موضوع الخلفة اول ربنا هيتعمك وديك يا رب العالمين عايزين صداكات عايزين الحاح على ربنا عايزين صلاة بانتظام ان شاء الله بامر الله ربنا هيديك يا فاطمة اشتركوا في القناة